وننتقل لسنة 1929 واللي شاهد بدايتها خبر سعيد جدا للنادي الأهلي فقد حصل النادي الأهلي على الرعاية الملكية في 8 يناير 1929 وسعيد زلفاء أرباشا كبير أمناء الأصر الملكي بعد خطاب للنادي الأهلي جي في إيه حضرة صاحب المعالي جعفر ولي باشا رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة اقتدت إرادة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك أن يشمل ناديكم بالرعاية السامية وإني أتشرف بإبلاغ معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام 8 يناير 1929 كان يوم تاريخي للنادي الأهلي في الوقت ده الرعاية الملكية هي أسمى ما يحصل عليه أي نادي في مصر ومن اليوم ده أصبح النادي الأهلي يطلق عليه النادي الأهلي الملكي ومش بس كده في نفس اليوم سعيد زلفقار باشا كبير أمناء الأصر الملكي بعد خطاب تاني للنادي الأهلي جه في حضرة صاحب المعالي جعفر ولي باشا رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة اقتدت إرادة صاحب الجلالة الملك أن يأذن لناديكم بتسمية ملعبه الجديد باسم صاحب السمو الملكي الأمير فاروق ولي عهد المملكة المصرية وإني أتشرف بإبلاج معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام 8 يناير 1929 وبكده اتغير اسم ملعب النادي الأهلي في الجزيرة فأصبح اسمه ملعب الأمير فاروق وفضل اسمه كده لحد سنة 1952 فبقى اسمه ستاد الجزيرة وبعدها سنة 1966 تم إطلاق اسم مختار التتش على الملعب ده وأصبح اسمه لحد النهاردة ستاد مختار التتش ترجمة نانسي قنقر